واذكر أيها النبي حين رفع إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام قواعد وأسس الكعبة المكرمة وكيف كان حالهما من الخوف والرجاء وهما يدعوان الله عز وجل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم والمعنى المقصود ربنا تقبل منا صالح أعمالنا ودعائنا إنك أنت وحدك السميع لدعائنا والعليم بأحوالنا ونياتنا واضح جدا في الكرآن والسنة أن إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام هما من رفع القواعد من البيت فمن هو أول من بنى بيت الله الحرام زخرت كتب التفسير بأقوال كثيرة لا دليل على صحتها فقال بعضهم أن الكعبة المكرمة أنزلت من السماء وقال البعض أن الكعبة المكرمة أنزلت من الجنة وقال البعض الآخر أن الملائكة أول من بنوا بيت الله الحرام وقال آخرون أن آدم عليه السلام هو أول من بنى بيت الله الحرام قال الله تعالى إن أول بيت وضع للناس لالذي ببكة مباركا وهدى للعالمين ترجمة نانسي قنقر